بس برضو ما يدرش ان انا اسمع رأيي المستشارة تهالي طبعا يمسيز تم حياتك بالنسبة لشخص المستشار هشام جنينة فده تحقيق يتم ونشوف اذا كان صح موقفه قانونا لكن انا من انصار تحرير قضية الفساد وقضية تقارير الجهاز المكازم المحاسبات من شخص المستشار هشام جنينة لانه احنا محتاجين بصدقه وبمنتهى الصراحة ان يكون هناك يعني يعرف ايه امارة نصدقها لمواجهة الفساد في مصر واحنا عارفين انه فيه تقارير من الجهاز المكازم وحاسبات طوال السنوات السابقة حتى على 25 يناير كانت تلقى بياناتها من المستشار جودة الملط ومن غيره في قلب البرلمان ولكن لم يكن احد يعيرها اهتماما وكذا تضع في الادراج ففكرة تحرير الموضوع من شخص المستشار هشام جنينة واجب وضرورة واجب وضرورة لانه مش صحيح انه تقرير الوزارة التنمية الادارية لا جهاز المركزي المحاسبات معني بقضية الفساد والمسألة ما هياش اختيارات باختصاصات دستورية وقانونية كل جهاز رقابي وضمنها جهاز المكازي المحاسبات يمارس دورا تبقى للدستورة القانون ولا بد ان تكون هذه التقارير محل اعتباره فيها شفافية وتعلن على الرأي العام وفيش حد كبير عن المسألة لانه لما قال المستشار هشام جنينة تصريحاته الردود الافعال سواءت متضمنة معه او مهاجمة ليه كانت بناء على مواقفها الشخصية من هشام جنينة وده في حد ذاته يفسد اي قضية اشتركوا في القناة